أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في دعم قطاع السياحة وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة وتطرق الاجتماع إلى محاور عمل وزارة السياحة لإعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة حجم السياحة الوافدة كما اطلع رئيس الوزراء على جهود وزارة الطيران المدني لخفض تكاليف رحلات الطيران وإتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم في زيادة حجم الحركة السياحية من مختلف الوجهات المستهدفة